اشتركوا في كل مكان اشتركوا في كل مكان اشتركوا في كل مكان ومشكلة الزبحة الصدرية دي تعتبر تمثل خمستاشر في المية من الوفيات على مستوى العالم نسبة كبيرة نسبة كبيرة جدا كان زمان من حوالي خمسة وعشرين سنة كان المصر بيقى زراعية كان الفلاح بينام الساعة تسعة بيصحى الفجر يأكل خضروات يأكل فكهة كان اللحوم نادرا دلوقتي الفلاح بقى بينام متأخر بيصحى متأخر بيأكل لحوم كتير بيقعد على النت كتير وكمان المقليات في الزيت ده كله خلى مصر من بيقى زراعية الى بيقى سترسفول او بيقى فيها عوامل ضغط نفس كبير ده كله يؤدي الى ان الزبحة الصدرية ومشاكل الشراعين تزيد في مصر كويس الزبحة الصدرية تبدأ انت ايه يبدأ من زمان من سن صغير خمستاشر عشرين سنة مع الدهون الكتير لو فيه لقدر الله سكر ضغط مش متزبط يعمل حاجة اسمها تصلب الشراعين كويس يعني ده ليه علاقة يا دكتور محمد باللايف ستايل لايف ستايل او شكل الحياة او نظام الحياة بالزبط فهو بيبدأ من عمر مبكر جدا اللي هو تصلب الشراعين التاجي ولكن التصلب دوت مش معناه ان فيه ديء في الشراعين التاجي يبدأ الديء يتكون بمرور الوقت يبدأ عشرة في المية عشرين في المية طب مين مسؤول عم ده تدخين سكر ضغط اه احنا دلوقتي من تلات سنين تقريبا كنا بناخد العربية عشان نجيب طلب من على الاول الشارع دلوقتي الطلب بيجي لنا نزيلش حركة وحتى لو متحرك مسافة يقول ليه لاي بتركب حاجة بالزبط فدلوقتي يبدأ الديء يزيد عشرة عشرين تلاتين في المية تلاتين في المية اربعين في المية ده لا يسبب اعراض لا يسبب اعراض يعني المريك لا يشعر ما فيش مشكلة خالص او بمشكلة ليه لان الدم الخمسين في المية او الاربعين في المية دول موصلين له دم كفية كويس بعد خمسين في المية يبدأ الناس ينقسم ويعلن قسمهم القسم الاول اللي هو بيبدأ يشتكه وده غالبا المجهوده كبير اللي هو متعود دوميا او مدد لماTerdi المجهودة فجرية وماشي 100 متر مثلا كل يوم هو بتاعه فيه مجهود فيبدأ يشتكي عند خمسين في المية مثلا. في القسم التاني اللي هو ما بتحركش خالص ده ما بشتكيش خالص. ممكن يفضل لغات لما دي ايه وصل 90 في المية على بقى يشتكي. ما يحسش بحاجة. لو قاعد ما بتحركش اصلا. ما بتحركش. شغله على باتة بقى وحركته قليلة جدا. بالزبط. يبدأ بقى يحصل عدم تناسق ما بين اللي الدم وصل للقلب وما بين احتياج عضرة القلب. لو احتياج عضرة القلب زاد فوق الدم الواصل والاكسوجين الواصل ده يقدي الى الشعور بالزبحة الصدرية. كويس. من هنا طلع مفهوم يعني ايه زبحة صدرية ان هو بيشتكي. انا مش حاسس بواجع حاسس بقلم هنا. حاسس كأن فيه سكينة موجودة هنا. ندخل بقى على النقطة المهمة جدا هو المريض بيحس بايه علشان يبدأ ان هو يزور دكتور قلب. كويس. فقبل يا دكتور محمد ما نروح للمريض يحس بايه علشان يزور دكتور القلب. كويس. فقبل يا دكتور محمد ما نرو الشخص الاولاني ده فيه ناس يقولك انا ما بذلش موجوده فجأة رحت بمشوار بعيد. ولما رحت بمشوار البعيد ده او تمشيت مسافة طويلة حسيت بقلم هنا. هل ده من ضمن الناس اللي عندها مشاكل في الشعورين التاجي ولا ممكن عشان هو مش متعود على المش فالمجهود زاد فما قدرش يتحمل القلب. وارد يكون عنده وارد يكون عنده ولكن ليس قطعا هو يكون عنده مشاكل في الشعورين القلب. لكن وارد ان هو يكون. وكمان فيه نقطة مهمة ان اول واجع بيحس بيه المريض دي زب زبحة صدرية غير مستقرة. اه. علشان انا اقول زبحة صدرية مستقرة. لازم يكون بيشتكي من نفس الاعراض لمدة شهرين. اه. تمام. فاحنا لو دلوقت هنتكلم عن الزبحة الصدرية المستقرة. او المزمنة. اه. كل اللي فيها المريض بيحس بايه? بيحس ان المجهود بتاعه بدأ يقل. اه. يعني كان متعود يطلع دورين. بدأ يطلع على يوصل الدور التاني يحس فيه حاجة مش مريحة. اه. قد يكون واجع. اه. قد يكون كرشة نفس قد يكون اجهاد. مش عارف يحدده. نهاجان. 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 بالزبط. يبدأ الموضوع يزيد معاه. هو مش بيروح للدكتور على طول. يعني هو يقول لا يمكن انا مرهق. يمكن يننتج كويس. يمكن مش عارف ايه. ويبدأ ايه يسيبها. اول ما يلاقي الموضوع متكرر او بدأ يزيد عليه بيبدأ ان هو يتحرك يوصل للدكتور. بس يوصل متأخر. غالبا بيوصل متأخر. غالبا بيوصل متأخر. وعشان كده كان اهمية السؤال ده فكرة انه ايه هي الترم متر او ايه هي المقياس او ايه هي الحاجة اللي انا نحس بيها اروح اتطمت. تمام. احنا فيها عندنا اعراض كتير جدا ممكن تكون ضمن الزبحة الصدرية. ام. اول عرض واشهر عرض هو الوجع في منتصف السطر. كويس. ولكن العلم بيقول ايه? بيقول ان اي وجع من اول السرة لغاية الرأة. اه. قدام او وراء. او في اي من الدراعية. حصل مع المجهود ده جرس انظار ان المريض ده مريض قلب. كويس. منبه. منبه. لا تروح لدكتور القلب. لازم تروح لدكتور القلب. تتكلم دكتور محمد. بص. النقطة التانية. يجي مريض يشتيك يقولك انا لما بمشي بحس في حرقان في فم المعدة. ايه? طب ايه علاقة المعدة بالمجهود. حرقان في فم المعدة ده يعتبر من اخطر العلامات اللازم تبهنا ان ده مريض قلب. مش مجرد ان انا هياخد مضادات للحموضة والموضوع يخف. تمام? الواحد يمشي يبدأ ان هو يحس نهجان يوقفه. يقعد يرتاح. مريض القلب باختصار يبزل مجهود يتعب. يقعد يرتاح. خليس. تمام? النقطة التانية بقى. النقطة التانية اللي هو المريض اللي هو جاي بشكوى متزايدة. بشكوى متزايدة. اه. يعني كان الوجع بيجي له عن ميت متر بدأ يجي له عند خمسين متر بدأ اول ما يروح الحمام. ده. اه. يعتبر زبحة صدرية غير مستقرة. اه. ويدخلنا في الباب بتاع القصور الحاد للشرعين التاجية. قويس. قبل ما نخش على قصور الحاد وجلطات القلب. اه. المريض بتاع الزبحة الصدرية ده بنتعامل معه ازاي? قويس. طب خلينا نشوف يا دكتور محمد احنا نتكلم صورة لحالة كان عندها قصور في الشرعين التاجية. ونورر الناس اكتر يشوفوا الكصور بيبقى ازاي. معنا اول صورة كده نحاول نشوفها. ده مريض كان بيعاي من قصور مزمن في الشرعين التاجية. قويس. وصل الدقيق بتاعه. كان سنه كم سنة يا دكتور. ده كان سنه خم خمسين سنة. خمسين سنة. اه. كان مدخن. وكان عنده سكر وكان عنده ضغط. كويس. يعني مع الكل الابراد المزورة. اه. وصل الدقيق بتاعه زي ما احنا شايفين هي الاسطرة دي عبارة هو الشرعين مش بيتشاف. اه. احنا لازم بنملى سبغة. اه. علشان نشوف لو في ديق بيبان جوه السبغة. اه. السبغة مش وصل. لو شوفنا الصورة اللي على الشمال دي جات. اللي هي القبل. اه. اللي فيها السهم ده وفيها الجزء. تقريبا او الشرعين شبه مقطوع. اه. لان هو و وصل الدقيق بتاعه اللي غاية 95 في المية دي. عدت 90 في المية. ده طبعا نحتاج ان هو يركب دعامها بحيث ان هو يستعيد شرعين. هل نستخاف قوي من كلمة دك؟ نستخاف طبعا لسه هنتطرق ليها دلوقتي. طيب. نرجع بها الموضوع اللي هو الزبحة المزمنة ازاي بنقيمها في العيادات. المفروض ان احنا في بعض الاسئلة بنسأله المريض بحيث ان احنا نستبيل احتمالية الاصابة بالشرعين التاجية عالية قوي ولا متوسطة ولا قليلة. لو قليلة فانا دلوقتي بمشي في سكة ان انا عايزة استبعد الاصابة بشرايين القلب. مش معقول ان انا مجرد ان انا حد بيشتكي من اي نغازات في الصدق ان انا اخليه يمشي على علاج مدى الحياة. لا انا في الناس دي ببدأ ان انا اعمل فحوصات ان انا استبعد شرعين التاجية. زي ايه? زي الاشعة المقطعية بيستبعد على الشرعين التاجية. حاجة نان انفيزيف مش اسطرة. مش بندخل فيها خاصة للقلب. اشعة مقطعية شرعينك زي الفل. انت مش محتاج علاج للقلب. الكاتيجوري التاني او القسم التاني من الناس اللي هو بوب عنده الاحتمالية متوسطة. وده ببدأ ان انا اطلب له فحص علشان اشوف عنده شرعين تاجية او لا. ايه هو الفحص? ان انا وهو قاعد فحوصات كلها سليمة. اه. لانه هو قاعد مش حاسس بوجع في السدر. فلا عنده مشاكل في رسم القلب. ولا عنده مشاكل في الاشعة التلفزيونية على القلب. احطه تحت المجهود. واشوف القلب ساعة المجهود. يعمل اشعة بالمجهود. بالمجهود. قد تكون الاشعة تلفزيونية قد يكون مسح زري. ايا كانت الاشعة بالمجهود. اشعر هو المسح الزري على بعض القضية. بالزر. الهدف منها حاجتي. ان انا شخص ان هو مريض شرعين تاجية هيبدأ ان هو ياخد علاج. كويس. النقطة التانية ان انا اشوف نسبة عضلة القلب اللي هي مهددة بحدوث جلطة الى. اه. لو النسبة عالية. ده لازم اخده يعمل اسطر. كويس. لو اكتر من 10%. لو اقل من 10% ببدأ ان انا ابدأ معاه علاج دوائي. كويس. ما باخدهش اسطر خالص. كويس. استريح على العلاج الدوائي. مش محتاج منه حاجة. كويس. ويلتزم بقى باللايف ستايل. يلتزم باللايف ستايل والحاجات اللي اقولها كمان شوية. كويس. يمشي على العلاج مستمر. كويس. ما استريحش على العلاج. لغاية لما وصل تأخري معه. ساعتها نروح نعمل اسطر. لدينا غالبا بيوبة ديء وصل اكتر من 90% ومحتاج ان هو يتفتح سواء بالاسطر او سواء في فيديو تقريبا معنا هنشوفه دلوقتي ممكن انا نشوف الفيديو ده. ده بيعرض دكتور محمد تقريبا حالة اسطرة. او ده كانت برضو حالة اسطرة للمريض عنده انسداد مزمن. زي ما انت شايف كده هو فيه عندنا سابقة في الشريان الامام النازل في وسط الشاشة. خويس. الشرايان فيها طبيعي شو. ده اللي ده الطبيعي. ده اللي هو الشريان الايمن طبيعي. خويس. ده طبيعي. ولكن الشريان اللي هو احنا دخلنا فيه السلك دلوقتي بدأ سرايان الدم يتحسن فيه. اوه. بعد ما عدينا السلك بتاعنا ونفخنا بالبلونة. ونحط في الدعامة. وهيباني الصورة النهائية دلوقتي اللي هو قبل. قبله بعد. اللي هي الصورة اللي احنا شوفناها. قبل كان السرايان بطيء جدا. كانت ديء مؤثر على الشريان. جدا. كويس. بعد الحمد لله سرايان الدم كان بشكل طبيعي. بتحرق بشكل طبيعي خالص. وده بينعكس على الحالة الكلينيكية. للشخص. للمريض. للمريض. ان هو بدأ ان هو مجهود ويتحسن. مفيش وجع في الستر. كويس. ندخل بها على المريض الاخطر. لأ قبل ما اروح للمريض الاخطر. في دايما سؤال بيتبادر الى كثير من الناس. امتى الدكتور يخدخلني اسطرة? وامتى يدخلني دعامة? انا عارف ان هو باب كبير. وعشان ندخل في القصة ديات من موضوع كده يكون كبير. انا بحب اطمين دايما الناس. انه ما فيش خوف من الدعامة. ولا في خوف من الاسطرة. ولكن احيانا المريض يحتاج الى اسطرة. واحيانا المريض يحتاج الى دعامة. باختصار ممكن امتى وامتى. الاسطرة دي اجراء تشخيصي. كويس. الهدف منها ان انا شخص المريض ده عنده شرايين تاجية ولا لا. زي ما اتفقنا احنا بنعمل الاسطرة في المريض اللي عنده قصور مزمن في الشرايين التاجية. وخط تحت كلمة مزمن. مزمن معنا ان بقاله شهرين بيشتكي من نفس الاعراض. نعم. تمام. بنعمله لو مش مرتاح على العلاج. او في عنده علامات خطورة في الفحص اللي هو بالمجهود اللي انا عملله. ايوة. لو نسكة القلب اللي فيها قصور اكتر من عشرة في المية ده باخده من ايده ويعمل اسطرة. ده اسطرة. حصل تسارع بطيني اسناء الفحص ده بيعمل اسطرة. كويس. تمام. يبقى فيه علامات خطورة بتوبة في الاشعرة اللي هي بالمجهود. بالمجهود تخليناك باسترة. خلص. ما فيش علامات الخطورة دي. بنمشي باللاجة الدواء ونضايبش طيب. ما استريحش. دعامة بقى. الدعامة. بنسبة لكتير من الناس اللي اتقلق منها. اه. الدعامة دي نقطة مهمة جدا. ايوة. ان احنا ما بنركبهاش الا في حدود ضيقة. اه. ان يوب بدي اكتر من تسعين في المية. او من خمسين لتسعين في المية بس انا معايا دلالة وجود خسور في الشريين التاجئة. قد تكون الدلالة دي في الاشعة التلفزيونية بالمجهود. وقد تكون الدلالة ان احنا في دلوقت تقنية حديثة ان احنا بنقيس فرق الضغط. ايوة. في الشريان. اه. يعني لو الديق ده عامل فرق ضغط جوة الشريان. يبقى فعلا الديق ده يستحق ان هو يتفتح. كويس. طب لو لقينا بقى مريضة عنده سكر وعنده ضغط وعنده ديق في اكتر من ما كان في القلب. ده في الحالة دي بنحسب له حاجة اسمها سينتكس سكور. ده بيقول لنا ده يعمل قلب مفتوح ما يعملش دعمات. كويس. فاحنا الاسطرة التشخصية بيطلع من عندنا المريض في تلات اتجاهات. ايوة. دوائي دعمات قلب مفتوح. دعمات قلب مفتوح. والقوب نهارتي دي مرحلة الاخيرة لما المريض يقول. دي لما يبقى لدنيا كلامة هربيدة. اه. 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 لما يجلنا يجلنا في الاخر. كويس كده. لو حابقنا نتكلم لدكتور دكتور محمد عن فكرة انه الكثير من الناس اه 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 لا يذهب الى الطبيب لتشخيص مرضه الا متأخرة. اه. تفتكر ايه الاسباب اللي قدت الى ده. اه. الاسباب اللي قدت لده رقم واحد انه هو الانسان بيتأقلم على الشكوى بتاعته. كويس. يعني دي بيتجنب المجهود اللي بيعمله قلم. اه. بيقول لك طب انا امشي اه امشي ليه طب اركم. ايوة. تمام. خاصة اللي هو القصور المزمن. ام. النقطة التانية قلة الوعي. وده اللي المفروض ان هي البرامج الطبية بتبسوا للناس انها ترفع ثقافة الطبية. اول ما يشتكي من واحد اتنين تلاتة انه هو يتوجه للطبيب. وممنوع منعا بتا التعامل مع الام الصدر في البيت. ايوة. ايوة. الجملة دي كده. اه. ممنوع منعا بتا التعامل مع الام الصدر في البيت. خالص. لازم تزور طبيب. ام. ما تقولش انا جالي حرقان في المعدة مع المجهود هاخد قرص اه مضاد للحمودة وخلاص. خلاص. ام. تمام. والفكرة كلها كمان فيه الام خادعة. ايوة. ان تبسوا الشرين تجيه اصلا. ام. فيه اسباب كتير جدا تعمل الام الصدر. ام. وفيه اسباب تعمل زبحة صدرية. ومش سببها الشرين تجيه. زي دي. احنا اتفقنا ان احنا فيه عندنا. الزبحة الصدرية ده عدم تناسق ما بين اللي الدم واصل. ايوة. ما بين احتياج القلب. طب نفترض احتياج القلب زاد بشكل اخر بمعنى. واحد عنده ضغط عالي. الضغط ده عبارة عن الجيم بتاع القلب. فبيعمل حاجة اسمها تضخم في عضلة القلب. ايوة. تضخم في عضلة القلب يعني العضلة تضخمت. والشوريان زي ما هو. فيبدأ المريض يحس بألام زبحة الصدرية. ويكون الحل بتاعه ان هو يزبط الضغط. ايوة. طيب النقطة التانية هو القلب محتاج ايه من الدم? اكسوجين. اكسوجين اه. مين اللي بيشيل الاكسوجين? الهيمو جلوبين. مظبوط. لو واحد عنده انيميا شديدة يحس بألام الزبحة الصدرية. ويكون الهدف ان هو يصلح الانيميا ما ياخدش عليك زبحة صدرية. يعني فيه حاجات ممكن. فيه حاجات ممكن تعمل زبحة صدرية. يعني قصة الانيميا دي دكتور محمد. اعتقل كتير من الناس ممكن تبقى شواطحة لكتير من الناس. مشهورة جدا خاصة في البنات. اه طبعا. كتير من البنات بتبقى عندها انيميا. مثل انيميا بتاعتها عالية. بشعر بألم شريك جدا مجرد ما تتحرك. طبعا البنات بتاع اليومين دول كده كده بيشعروا بألم طول الوقت. ما فيش. نتكلم عنها. اه نتكلم عنها. طيب نتكلم عنها. نتكمل بس كده فيه برضو سبب مهم في اللي هو الزبحة الصدرية. انه احيانا بيبقى المريض عنده دي في الصمام بتاع الاوردة. اه. وبيشتكي من الام زبحة صدرية وممكن الشرعين اللي عنده تبقى كويسة. كل اللي فاهم محتاج ان هو يصلح الصمام ده بقى. لان هو مش معامل تغذية دموين. نخش بقى للالام المزمنة اللي بتتشابه مع الزبحة الصدرية. اشهرها الضغط النفسي. اه. يعني اشهر حاجة ده تخصص بقى ايه حضرتك. اه يجيلي بقى. اشهرها الضغط النفسي. ويمكن حباك عارف ان فيه حاجة اسمها او اللي هو التوتر. التوتر ده مرض. يعني مش دلع. يعني موضوع كل مريض يجيشتكي للتوتر. بالضبط ده كل مرض. المفروض ان هو يتعالج زيه زي اي مرض خاص. نقطة التانية الاجهاد. تعالى كده على واحد مطبق شغلي ثلاثة يام ما نمش. اكيد هيشتكي من واجع في السدر. ده طبيعي جدا. في ناس منهم بيصل للمرحلة ان هو بيعمل اسطرة. مم. مع التقييم المتسرع. مم. لا لازم التقييم يبقى هادي بحيث ان انا ما وصلش لمرحلة ان انا اكون متلخبط جوه الاسطرة. لو انا دخلت الواحد بيشتكي من الام مش بتابع القلب. ودخلت اللي ايد دي اربعين في المية. اركب ولا مركبش. مم. الاربعين في المية بتاع الجسم الانسان احسن مليون مرة من الدعام. اه. لان ده الحاجة بتاعتك انت. انما الدعام انا محتاج ادوية عشان احافظ على ما تقفلش. مم. تمام. محتاج يمشي على دواء لفترة اعتقد طول الوقت يمشي على الدواء ده. كل اللي ركب دعامات في دواء ماشي عليه مدى الحياة. على طول. بالضبط. وفي دواء شديد جدا بيمشي عليه المدة سنة وبيسيبه. ودلوقت الدراسات الجديدة قالت ان هو ممكن يطول عليه بعد سنة. لها مضادات الصفايح الدموية. كويس. نرجع للاسباب التانية. مين يعمل. فيه احنا عندنا قفص الصدر ده مش فيه القلب بس. فيه عندنا الرئة. لو فيه التهاب في الغشاء المحيط على الرئة هيعمل لي شوية نغزة في السدر. كويس. تمام. طيب. المريء. لو فيه تقلص في المريء بيعمل الام في السدر. والمفاجأة ان الام المريء اللي بتيجي من التقلص لما حط الحباية تحت اللسان تخف. يعني ما ينفعش ان انا استخدم الحباية تحت اللسان عشان اشخص مريض القلب. لان فيه حاجات تانية بتخف بالحباية لتحت اللسان. اه. فيه ناس كتيرة بتلجأ ليها ويقول لك انا خلاص كده خفيت. اه. وبالدنيا بقت كويسة. اه. التهابات المعدة. التهابات المعدة دي من الحاجات اللي تعمل الام ومش سببها الشرعين التجاية. اه. ايه تاني. القولون العصبي. اه. والشعب المصري كله عنده قولون العصبي. الناس مفكرة قولون تحت. لا ده هو قولون ماشي تحت القفص الصدري. تحت الحجاب الحاجز. فلو فيه اي مشاكل في القولون العصبي يعمل الام في السدر. برضه من الحاجات المهمة قوي اللي هو الهيربس. اه. يقول تيجي السيدة عندها سكر. يقول لك انا حاسها بحرقان في نص سدر الشمال. اه. وتاخد علاجات للقلب. وبعد فترة تبص تلاقي فيه طفحة حصل جلدي معاه. اه. ده كله يعمل الام في الصدر مش سببها الشرعين التجاية. اه. العضلات. لو واحد خد برد في العضل. لو فيه تقلص في عضلات السدر يعلم الام الصدر. عشان كده لازم ما اخدش علاج من نفسي. لازم ازور طبيب علشان اشخص. فكرة الوعي برضا الدكتور محمد. فكرة الوعي. اه. فكرة الوعي انه انا اخد مريض ده في بعض ممكن مريض قلب. بقى له خمس ستة سبعة ثمان سنين بيتابع. يكي حد دقاءة الجنب ويقول له ان عندي حساس مش عارفة. يقول له انت بقى اخد مش عارفة. خد البرشامة بتاعتي. بس. يعني انا ارتحت على دي. وكأن ارتياح الارتياحه على البرشامة دي بقت خلاص بقت لكل الناس. هترتاح على البشامة. ما يعرفش انه جسم كل واحد وطبيعة مرض كل واحد والمشكلة التي يعاني منها كل شخص مختلفة تماما تماما عن الشخص الاخر. بزر. كويس. دكتور محمد انا النهاردة كشخص. الى حد ما كويس. ازاي احافظ على اوحمي نفسي من خطر الاصابة مش بس بامراض شخص يفتجي. بامراض القلب بشكل عام. رقم واحد ودي اهم نقطة الناس كانت مفكرة ان الاسبرين هو اللي بيحمل القلب. ايوا. لا. دلوقتي في الجامعية الاوروبية لامراض القلب نزل حاجة اسمها سكور. يعني تقييم لكل المرضى اللي فهو 40 سنة. اي مريض عدى بقى 40 سنة في ما فوق. المفروض انه هو هيتقيم بالمقياس دوت. المقياس ده هيطلع لنا اربع انواع. في واحد عنده درجة الخطورة عالية جدا. ايوا. في واحد درجة الخطورة عالية. درجة الخطورة متوسطة. درجة الخطورة قليلة. خطورة من ايه؟ من الاصابة بجلطات القلب. كويس. عند كل كاتيجوري ده بيتحدد بناء على العمر. بناءا زكر او انسة. بناءا عن التدخين. ستة فو ما كده كده اكسر الاكسر. لاو الرجال عفتك. الرجال دولتي. اللي بالا اكسر عرضة للاصابة. من الستة؟ مشاكل اقل. من الستة. ما قدرش اقول كده. التدخين نسبة الدهون في الدم. كويس. ودي نقطة مهمة جدا. كويس. بناءا عليها بيتاخد اهم قرار. المريض ده هياخد ادوية تنزل الكوليسترول كويقاية للقلب ولا? كويس. هنشوف موضوع الكوليسترول ده بس نروح ويرجع نالكم مرة تانية ومكملين معاكم مع الدكتور محمد عبدالباسط وبنتكلم الدكتور محمد عن نسبة الكوليسترول لما بتزيد وازاي ان هي ممكن تأثر على القلب او على حالة الخلف. هو تصلب الشريين ده هو تراكم للكوليسترول الجواء. تمام. فعشان كده اهم وقاية للقلب ان انا قدي علاج ينزل الكوليسترول لو كان عالي. ومش كل واحد بنوصل معه لرقم واحد. لأ ده مريض السكر بنوصل معه لرقم. المريض اللي عنديوش سكر لي رقم تاني على حسب درجة الخطور. قويس. اه قبل ما نختم فاكرتنا هيبقى محتاجين نعرف او المشاهد محتاجين يعرف. هي علامات جلطات القلب. يعني اقدر اقول ان دي علامة من علامات جلطات القلب. جلطة القلب دي اخطر حاجة تؤدي للوفاة. تمام. جلطة القلب دي يا اما واجع استمر معك اكتر من خمستاشر دقيقة. او كرشة نفس شديدة. ايوا. او ضربات قلب سريعة. او اغماقات متكررة. ممكن ده يكون هو جرس الانذار ان فيه جلطة قلب. قويس. ونفسي طبعا المشاهد اكتر ثقافة بتوصله عن طريق الميديا. ايوا. يعني لو. اه. لانه اكتر الحاجات اللي بتوصل سريعا للمشاهد وبالتالي المعلومة بتنتشر بشكل اسرع كمان. بزر. يعني كان نفسي ان يبقى فيه ثقافة طبية داخل الافلام اللي بتتعرض للمشاهد. لان يعني مسلا تيجي في الافلام تبص تلاقي واحد قالك مات. يمسك ايده. يبع بس هو كده مات. هو ده مفهوم القرستة او مفهوم تواقع ضربات القلب. كيف. فالميديا المفروض انها تعمل ده. نقطة التانية اللي عايز اوجهها. مين المسؤول عن تشخيص جلطة القلب. ايوا سريع. مش طبيب القلب. اه. اي انسان طبي قادر على قراءة رسم القلب. كويس. يعني تمريد. دكتور. صيدالي. طبيب اسنان. اي حد يقدر يعمل رسم القلب. كويس. هيشخص جلطة القلب. اه. لان الوقت يساوي عضلة القلب. كويس. كل ما الوقت يعدي. كل ما فيه عضلة قلب تموت. كل ما هندخل في فشل. في القلب. كل ما نبقى عرضة للأبن هارت. كل ما نتلحق بحلي نعمل قسطرة عجلة. نشفط الجلطة. الانسان يرجع طبق. كويس. النصيحة في ثانية. نصيحة. اه. رقم واحد. كوليسترول كوليسترول كوليسترول. كويس. لازم نوطيه. رقم اتنين. ممارسة رياضة تلاتين دقيقة يوميا. النقطة التانية الخضروات الفاكهة. نبعد عن المقلي بزيت. بطاطس مقلية. طعمية مقلية بزيت. كل المقليات زيت نتجنبها. لو في عوامل خطورا عليك. ضغط يتزبق. سكر يتزبق. تدخين سجارة زي عشر. كويس. كل واحد. كل واحد. نقلة عن التدخين. كويس. دكتور محمد عبدالبسط دكتورة واستشاري ابراد القلب والأسطرة ومدرس بكل الطب بجامعة الزقزيق وعضو الجامعية الاوروبية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا في كل مكان. طبعا مش هلاقي كلام او نصايح اكتر من دكتور محمد قالها. ولكن همستطهلكوا بشكل بسيط كده. انه القلب عامل زي مطورة العربية. مطورة العربية لو حافظت عليه وديت له زيت كويس وإهتمت بيه. هيفضل ماشي معك كويس. نفس الفكرة عضلة القلب اللي انت بتغزه لها هي صحتها بتاخده منه. فحاول ان انت تحافظ على صحة قلبك بتناول المأكلات الجيدة. ابعد عن الحاجات التكاوية او الفاست فود. حاول ان انت تحترم قلبك في قلبك هيحترمك ان شاء الله. ان شاء الله شوفكم في حلقة قادمة اخرى وموضوع اخر. ولكم منكم الاتحية والتخدير. انا خالد صقر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.